السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي متعبائي قناة مصر التعليمية أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج مدرسة أونلاين النهاردة ودلوقتي معاد طلابنا لطلاب الصف السادس الابتدائي ومدت الدراسات الاجتماعية والنهاردة هناخد الدرس اللي فات أو هنكمل على الدرس اللي فات في الجغرافيا احنا خدنا درس سكان البيئة الزراعية وأخدنا جزء بسيط كده من الدرس اتكلمنا فيه عن وجود السكان في الريف ونسبة وجودهم كمان في المناطق الحضرية أو المدن بعد كده اتكلمنا عن بعض العادات والتقاليد اللي موجودة عند سكان البيئة الزراعية خدناها بصورة سريعة كده هنبتدي ناخدها النهاردة كده بشيء من التفصيل ونبتدي نحضر مع بعض دلوقتي الورقة والألم ونسجل أهم النقاط والأسئلة اللي هناخدها خلال الحلقة يلا بينا نبتدي هناخد النهاردة درس سكان البيئة الزراعية هنبتدي كده في سكان البيئة الزراعية ونتكلم عن خصائص سكان البيئة الزراعية من الشكل اللي قدامنا فيه تلات أسهم يبقى عندنا تلات خصائص خصائص يعني مميزات عندنا الخاصية الأولى اجتماعية أو خصائص اقتماعية عندنا خصائص اقتصادية وخصائص تعليمية يبقى احنا هناخد النهاردة التلات أنواع من الخصائص بتوع السكان هنبتدي بأول خاصية عندنا اللي هي الخصائص الاجتماعية تعالوا بس الأول كده نحدد يعني اجتماعية يعني هتكلم عن المجتمع يعني هتكلم عن الناس علاقتهم ببعض عددهم وتقاليدهم في التعامل مع بعض يبقى الخصائص الاجتماعية أنا بتكلم عن المجتمع أو بتكلم عن العادات والتقاليد طب تعالوا كده نروح للبيئة الزراعية ونشوف ايه الخصائص الاجتماعية اللي مميزاهم عن غيرهم من المجتمعات أو المناطق الأخرى هنشوف كده في الخصائص الاجتماعية عندنا نوعين من العادات عندنا العادات الأولى اللي هي العادات الإيجابية إيجابية يعني حاجة كويسة يعني حاجة جميلة عادة كويسة طب العادات الإيجابية هنلاقي أول حاجة عندهم احترام الكبير في البيئة الزراعية فيه احترام للكبير وبيكون كلمته نافذة أو رأيه وحكمه نافذ على السكان المنطقة اللي هو بيعيش فيها يبقى أول خاصية إيجابية أو أول حاجة إيجابية هي الاحترام الكبير طب تاني حاجة هنلاقي تاني عادة أو تاني خاصية كويسة أو وعادة جيدة موجودة عند سكان البيئة الزراعية هي التعاون فيما بينهم يبقى خدنا اتنين دلوقتي خدنا احترام الكبير والتعاون فيما بينهم كمان عندهم خاصية مهمة جدا اللي هي خاصية التزور بين الناس بعضهم ببعض يعني إيه التزور؟ لما بيكون حد عايش فيه البيئة الزراعية وبيعدي عليه مناسبة حزينة أو مناسبة سعيدة بيلاقي إن الناس بيجزروا ويساعدوا في الظرف اللي هو بيعدي به سواء كان ظرف سعيد أو ظرف حزين كمان إن من عادتهم إن هم يزوروا بعض ويودوا بعض فعشان كده دي عادة من العادات الإيجابية عند سكان البيئة الزراعية يبقى احنا خدنا احترام الكبير خدنا التعاون فيما بينهم والتعاون ده بيتطلبوا أعمال الزراعة مش هيقدر واحد لوحده إنه يزرع الأرض الزراعية كلها ولا هيقدر فلاح لوحده إنه يجمع كل المحاصيل لا ده لازم يبقى فيه تعاون بين سكان البيئة الزراعية عشان يقدروا يقوموا بالأعمال اللي بتتطلبها الزراعة تالت حاجة خدناها هي التزاور فيما بينهم رابع خاصية هتظهر لنا دلوقتي قدامنا اللي هي التمسك بالأراضي الزراعية نقف بقى كده عند النقطة دي يعني إيه التمسك بالأراضي الزراعية يعني الفلاح بيبقى متمسك بأرضه أوي ما يشعايز يباعها حتى زمان في فترة من فترات التاريخ إحنا بقى بنتكلم عن مادة الدراسات الاجتماعية في فترة من فترات التاريخ كده كان بيعتبر إن بيع الأرض الزراعية ده عار على الشخص اللي بيرتكب هذا الفعل أو بيقوم بهذا الفعل يبقى عادة من العادات الإيجابية هي التمسك بالأراضي الزراعية طب دي العادات الإيجابية إحنا قلنا عندهم نوعين من العادات عادات إيجابية ونروح للعادات التانية اللي هي العادات السلبية العادات السلبية يعني حاجة سيئة يعني حاجة وحشة إحنا المفروض إن إحنا كشعب نغيرها طب تعالوا نشوف كده إيه العادات السلبية اللي موجودة في البيئة الزراعية اول حاجة عندنا هي تفضيل الزكور عن الاناس يعني ايه الكلام ده يعني هما بيهتموا قوي قوي بالولد وبيهتموا قوي بتربيته بيهتموا بتعليمه والاناس ما بيكونش ليها نفس القدر من الاهتمام يبقى اول حاجة هما بيفضلوا الزكور عن الاناس في كل حاجة بقى يبقى دي اول عادة سلبية موجودة عند سكان البيئة الزراعية طب العادة التانية السلبية اللي موجودة وقدامنا هي على الشاشة ياريت نسجل النقاط دي هي استخدام الاطفال في اعمال الزراع يعني ايه دايما نشوف كده ان في البيئة الزراعية حتى لو الولد عنده مدرسة بيروح مدرسته ويخلص ويجي يقوم رايح الارض الزراعية مع والده ويبتدي يساعده في اعمال الزراع دي طبعا حاجة سيئة استخدام الاطفال في الزراع كمان تالت عادة سيئة او خاصية سيئة موجودة عند سكان البيئة الزراعية هي الزواج المبكر للاناس طيب هي الزواج المبكر ده ليه حاجة سيئة لانها بتأثر على صحة المرأة طب ازاي تعالوا نشرحها كده سوا دلوقتي لما بنت صغيرة الدولة لازم بتحدد سن قانوني البنت تتجوز فيه طيب سكان البيئة الزراعية مش بيلتزموا بالسنة ده وبيجاوزوا البنت وهي صغيرة فده اللي اسمه الزواج المبكر طيب الزواج المبكر ده انا مش لما اتجوز هتحمل اعباء ومسئوليات وهيبقى مثلا عندي اعباء ان انا هانجب اطفال دي كلها بتأثر على صحة المرأة لانها بتكون لسه صغيرة السن يبقى دي تالت عادة سيئة رابع عادة عندنا سيئة عند سكان البيئة الزراعية هي الحرص على انجاب اكبر عدد من الاطفال الزكور يعني دايما مش بيكتفوا بطفل او طفلين لا ده هم بينجبوا اطفال كتيرة وخصوصا بقى لو ما كانش عندهم لسه طفل زكر ولد يعني بيفضلوا ينجبوا اطفال كتير علشان يحققوا العادة بتاعتهم ان هما يكون عندهم ولد زكر في العائلة يبقى دي كانت الاربع عادات سيئة عند سكان البيئة الزراعية كده احنا خلصنا الخصائص الاجتماعية اللي اتكلمنا فيها عن العادات الايجابية والعادات السلبية نبص بقى كده معايا للنوع التاني من الخصائص وهي الخصائص التعليمية كده ما بقول خصائص تعليمية يبقى بتكلم عن التعليم يا ترى ايه مستوى التعليم في الريف المصري ايه مستوى التعليم في البيئة الزراعية في مصر هنشوف كده مع بعض ليه سكان البيئة الزراعية نسبة الامية عندهم بترتفع او بتزداد لو قرنناها بالمدن يعني انا لو قرنت مثلا محافظة الشرقية بمحافظة من محافظات الحضرية زي القاهرة هنلاقي ان نسبة الامية في الشرقية اعلى ليه لانها ضمن البيئة الزراعية ودي سما او خاصية عندهم هي ارتفاع نسبة الامية يبقى اول خاصية تعليمية عندنا هي ارتفاع نسبة الامية ودلوقتي هشرح لكم كده كلمة امية يعني اين امية يعني شخص لا بيعرف يقرأ ولا يكتب ما بيعرفش المبادئ الاساسية بتاعة القراءة والكتابة يبقى دي اسمها امية طيب يبقى بنقول بترتفع نسبة الامية في الريف مقارنة بالمدن كمان عندنا ان نسبة الامية بتصل لكام بتصل لأكتر من خمسين في المية من سكان البيئة الزراعية بيعانوا من مشكلة الامية طب لكن نتيجة طبعا لجهود الدولة وانتشار المدارس وقيام الدولة ببناء العديد من المدارس تم طبعا تقليل نسبة الامية في الريف يبقى دي الخصائص التعليمية بتاعتنا اول حاجة ارتفاع نسبة الامية بتصل لخمسين في المية او اكتر من خمسين في المية في سكان البيئة الزراعية وابتدت النسبة دي تقل مع جهود الدولة في نشر التعليم من خلال انشاء المدارس يبقى احنا خدنا خصائص اجتماعية وخدنا خصائص تعليمية هناخد الخصائص التالتة بس قبل ما نتكلم هنسجل السؤال ده عندنا ما المقصود بالامية يعني ايه مصطلح الامية كلمة امية هي عدم معرفة الفرد القراءة والكتابة ياريت نسجلها عندنا او نعلم عليها في كتاب المدرسة ما المقصود بالامية يبقى الامية هي عدم معرفة الفرد القراءة والكتابة يبقى دي كانت مظهر او مشكلة من المشكلات وياريت كده نسجلها في نقطة على جنب علشان هنيجي في اخر الدرس ونتكلم عن مشكلات السكان طيب نيجي ليه الخصائص التالتة وهي الخصائص الاقتصادية زي ما تعودنا كده احنا هنفهم العنوان بيتكلم عن ايه واحنا الوحدين هنقدر نحدد العناصر بتاعتها خصائص اقتصادية كلمة اقتصادية يبقى بتكلم عن الدخل بتكلم عن الفلوس اقتصاد يعني فلوس طيب الدخل في البيئة الزراعية وفرص العمل في البيئة الزراعية دي كلها تبقى تحت عنوان الخصائص الاقتصادية طيب تعالوا نشوف كده يا ترى سكان البيئة الزراعية خصائصهم الاقتصادية ايه هنشوف عندنا أول خاصية من الخصائص الاقتصادية في البيئة الزراعية هي انخفاض الدخل يعني إيه انخفاض الدخل؟ يعني الفلوس اللي بتجيلهم من فرص العمل بتاعتهم قليلة فده معناه اسمه انخفاض الدخل يبقى أول خاصية عندنا هي انخفاض مستوى دخل الفرد دي أول خاصية طب تاني حاجة عندنا هي انخفاض مستوى المعيشة يعني إيه انخفاض مستوى المعيشة؟ يعني أنا الفلوس اللي بتجيلي أصلا من الدخل بتاعي قليلة طيب لما هي بتجيلي قليلة يبقى أنا مش هقدر أعمل حاجات طرفي هي كتيرة في حياتي فمستوى المعيشة بتاعي بيبقى منخفض يبقى تاني حاجة انخفاض مستوى المعيشة طيب تالت خاصية عندي خاصية انتشار البطالة ودي بقى مشكلة مهمة جدا بيعاني منها سكان البيئة الزراعية ولسه هناخدها بشيء من التفصيل يبقى الخصائص الاقتصادية بتاعتي لسكان البيئة الزراعية هي انخفاض مستوى دخل الفرد انخفاض مستوى المعيشة وانتشار البطالة طيب نتيجة بقى للمشكلات الاقتصادية اللي ظهرت في سكان البيئة الزراعية لجأ الكثير من الشباب خاصة الزكور الرجالة يعني الى الهجرة من الريف الى المدن يهجروا يسيبوا المناطق الريفية بتاعتهم ويهجروا ويروحوا الى المدن احنا بقى هنسجل سؤال مهم جدا دلوقتي ياريت كلنا نكتبوا مع بعض ما النتائج المترتبة على هجرة السكان من الريف الى المدن او هجرة الزكور من الريف الى المدن ايه اللي هيترتب على كده؟ بصوا بقى هيترتب عليها ايه؟ اول حاجة الناس بتسيب الريف وتروح المدن يبقى عدد سكان المدن يحصل لها ايه؟ زيادة يبقى اول حاجة الزيادة الكبيرة في سكان المدن طيب تاني حاجة تاني حاجة هينطج عنها ظهور العشوائيات لا تعالوا بقى نقف هنا سوا كده ونعرف يعني ايه العشوائيات بصوا دلوقتي احنا لما السكان بتهاجر من الريف وتروح المدن عايزة مناطق ومساكن تسكن فيها طب المدن المساكن اللي فيها مش هتبقى كفاية لكل العدد الكبير ده فبيعملوا ايه؟ بيبدأوا ينشئوا ليهم مباني او مساكن على الاطراف بتاعة المدن من غير ما الدولة تخطط ليها يبقى دي اسمها العشوائيات يبقى العشوائيات هي منازل بتبنى على اطراف المدن دون تخطيط من الدولة الدولة مش هي اللي هعملاها ولا هي اللي بنيها ولا الدولة خططت ليها يبقى دي تاني نتيجة هتترتب على الهجرة من الريف للمدن يبقى زيادة عدد السكان في المدن طالما السكان هيزيدوا يبقى يحصل عندي ظهور العشوائيات نبص كده قدامنا دي صورة ليه العشوائيات او ليه المساكن اللي بتزهر على اطراف المدن من غير ما الدولة تكون خططت لهم طيب كمان في نتيجة تالتة مهمة جدا هي نسجلها برضو عندنا هي ارتفاع نسبة الزكور في المدن لان اساسا اللي بيهاجر من الريف للمدن معظمهم من الزكور فمعنى كده انها هترتفع نسبة الزكور في المدن طب الناس الزكور اللي كانوا بيشتغلوا في النشاط الزراعي مش سابوا النشاط يبقى قلة او تناقص نسبة العاملين بالنشاط الزراعي وطبعا هيرتفع نسبة العاملين بالنشاط الصناعي يبقى دي كانت النتائج المترتبع على هجرة السكان من الريف الى المدن او هجرة الزكور من الريف الى المدن طيب ناخد بقى حاجة مهمة جدا احنا خدنا دلوقتي في الخصائص الاقتصادية خدنا مجموعة مفاهيم ياريت نسجلها كده ما المقصود بالمفاهيم الاتية عندنا اول مفهوم من المفاهيم هو مفهوم البطالة احنا شفنا في الخصائص الاقتصادية مفهوم اسمه البطالة ايه البطالة دي؟ البطالة هم الافراد في سن العمل ولا يعملون يعني ايه؟ يعني افراد ما عندهمش فرص عمل رغم ان هم خلاص وصلوا للسن اللي يقدروا ان هم يشتغلوا فيه يبقى البطالة الافراد في سن العمل ولا يعملون طيب عندنا مفهوم تاني ياريت نسجله هو مفهوم الهجرة مش احنا كنا لسه واخدين سؤال بيقول لنا ما النتائج المترتبة على الهجرة يعني ايه اصلا كلمة الهجرة الهجرة هي انتقال الافراد من مكان لاخر سواء داخل او خارج الدولة طيب احنا لما بنقول عن الهجرة من الريف للمدن ها كده هجرة داخلية ولا خارجية كده داخل الدولة ولا خارج الدولة برافو عليكم انا سمعيكم وانتو بتجاوبوا بتقولوا انها داخل الدولة تالت مصطلح احنا اخدناه هو مصطلح العشوائيات كلمة العشوائيات او ما المقصود بالعشوائيات يبقى هي المناطق التي بنيت دون تخطيط من الدولة وعادة بتظهر على اطراف ايه المدن يبقى دي كانت اهم المفاهيم اللي احنا اخدناها في الخصائص بتاعة البيئة الزراعية خصائص البيئة الزراعية دي هنلاقي ان ضمنها كده او جواها بعض المشكلات اللي بيعاني منها سكان البيئة الزراعية طيب هل الدولة هتسيب المشكلات دي كده من غير ما تحلها؟ لا الدولة كان لها جهود واضحة في ان هي تحد من هزي المشكلات او تحل المشكلات دي طيب تعالوا كده نفتكر ونطلع من الخصائص اللي احنا خدناها ايه المشاكل اللي ممكن يواجهها السكان بتوع البيئة الزراعية بصوا كده قدامنا اول مشكلة هي مشكلة البطالة يبقى اول مشكلة بيعاني منها سكان البيئة الزراعية هي مشكلة البطالة طيب الدولة يا طرح هتحل المشكلة دي ازاي؟ قلنا اول حاجة ان تم انشاء جمعيات تعاونية الجمعيات التعاونية الزراعية دي بتعمل ايه؟ دي بتعطي قروض للفلاحين وكمان بتمدهم بالأسمدة والبزور يبقى دي اول حاجة الدولة عملتها لحل مشكلة البطالة هي انشاء الجمعيات التعاونية طيب كمان الدولة عملت ايه؟ قدمت مشاريع متوسطة ومشاريع صغيرة للشباب يعني ايه مشاريع متوسطة وصغيرة؟ يعني مشاريع بسيطة كده يقدر مجموعة من الشباب يشتغلوا فيها او فرد واحد يقوم بالمشروع ده وده في اطار توفير فرص عمل للشباب كمان الدولة بدأت ان هي توفر فرص عمل لشباب الخرجين في البيئة الزراعية عشان تحللهم مشكلة البطالة ونخلي بالنا بقى هنا نكتب كده سؤال ما مقترحاتك لحل مشكلة البطالة؟ يطرحنا ايه الحلول اللي ممكن نلجأ لها عشان نحل مشكلة البطالة؟ يبقى اول حاجة عندي هي انشاء الجمعيات التعاونية وكمان تقديم مشاريع متوسطة وصغيرة للشباب وتوفير فرص عمل لشباب الخرجين طب دي كانت اول مشكلة وجهتنا في البيئة الزراعية يطرح تاني مشكلة ايه؟ آه برافو عليكم تاني مشكلة هي مشكلة الامية الامية تعالوا كده نفتكر مع بعض يبقى هي عدم معرفة الفرد للقراءة والكتابة طيب الامية المشكلة دي هتتحلل ازاي؟ قالنا اول حاجة بدأ يكون فيه اهتمام بان احنا نزود اعداد المدارس في الريف يبقى الدولة بنت مدارس في الريف تاني حاجة هي انتشار مراكز لتعليم الكبار يعني ايه مراكز تعليم الكبار؟ فيه افراد في البيئة الزراعية خلاص عدى السن بتاعهم ان هم يدخلوا المدرسة الناس دي بقت كبيرة فالدولة راح تعمل لهم مراكز اسمها مراكز تعليم الكبار دي بيتعلم فيها الافراد اللي خلاص مش هيدخلوا مدرسة او عدوا السن بتاع المدرسة وبيتم تعلمهم مبادئ القراءة والكتابة كمان عندنا مشكلة مهمة جدا من مشكلات البيئة الزراعية هي المشكلات الصحية ونخلي بالنا بس ياولاد دي مش منتشرة في كل البيئة دي في بعض مناطق من البيئة الزراعية عندنا مشكلات صحية طب المشكلات الصحية دي زي ايه؟ زي انتشار الامراض الامراض دي بتنتشر ليه؟ ليه موجود امراض كتير في البيئة الزراعية قالينا بسبب حاجتين اول حاجة المياه الملوسة طب هي المياه الملوسة دي جاية منين دي جاية من الطرع والمصارف كمان ما كانش عندهم توعية كفاية او مش عندهم مراكز صحية كفاية فطبعا انتشرت عندهم الامراض طب الدولة هتحلها ازاي؟ الدولة هتعمل لهم مراكز صحية وكمان هتعمل لهم مياه نقية وتهتم بالصرف الصحي كده احنا نكون خلصنا المشكلات بتاعتنا بتاعة البيئة الزراعية وأتمنى تكونوا النهاردة قدرتوا تستوعبوا الدرس هنطلع فاصل ونرجع لطلاب الصف الاول الاعدادي انتظرونا